تعد الحلوة اليمنية من كماليات الفرحة في عيد الأضحى المبارك كما تعتبر الحلوة اليمنية من الهدايا القيمة بين المواطنين نعم ويعود تاريخ صناعة الحلوة في اليمن إلى الأربعينيات حيث تعد مدينة تعز نقطة انطلاقة لهذه الصناعة المثمرة تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي في أسواق مدينة عدن وتحديدا الأسواق الشعبية يوجد عددا من المحلات المتخصصة في صناعة وبيع الحلوة اليمنية التي تتميز بطعمها اللذيذ وصناعتها بطرق ووصفات متنوعة نحن حلويات ناصر ربيع نتميز بخلطة ناصر التي هي أقدم وأشهر حلويات في اليمن وبعدا بشكل عام من عام 1938 أقدم أشهر حلويات في اليمن والتميز برضو بحلوية الهريس اللي هي اللحي والعماني والصنعاني والبحريني نتميز باللبن والتحالف يعود تاريخ صناعة الحلوة في اليمن إلى الأربعينات حيث امتهنها عدد قليل من المواطنين وتعد مدينة تعز نقطة البداية لهذه الصناعة المثمرة وتعد الحلوة أو كما تسمى باللهقة اليمنية المحلية الحلاوة بكونها حلاية بعد وجبة الغداء الدسم خصوصا في التجمعات الأسرية والمناسبات ويعد تواجدها من كماليات الفرحة في عيد الأضحى أو كما يسمى محليا العيد الكبير كما أنها من الهدايا التي تحمل بين المحافظات ويصل الإقبال عليها حتى إرسالها كهدية إلى خارج البلد أهلنا الملك البحرين والشعب البحرين بالعيد الأضحى المبارك بالنسبة للحلاوة هذا هو أقدم مكان في عدم في عام 1938 الهساس من جميع الحلويات يعني الخلطة الهريسة الخلطة الهريسة التحالف كل الأنواع الحلويات في اليمن موجودة في هذا المكان الشعب اليمني متعود في العياد بمناسبات يتقي إلى هذه الحلويات لشراء بمناسبة العياد الأضحاء أو أي مناسبة أخرى من أشهر أنواعها الهريسة والخلطة والمضروب وحلاوة الصوري وحلاوة اللبن والنارجين والوهطي ولقمة القاضي والعرائسي والمشبك أيضاً والشبح والحلي والمكفوف واللفة وحلاوة اللوز والفستق والجلجل والزبيب ولكل حلاوة جمهورها الخاصة مع استمرار العمل تبتكر محلات صناعة الحلوى خلطات جديدة لتواكب أذواق المواطنين مما جعلها قزء من الثقافة المحلية التي لا زالت باقية حتى اللحظة نور سوريب لتلفزيون مملكة البحرين عدن